استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بحضور سمو العقيدة الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة فريق الحرس الملكي للملاكمة المشارك في بطولة رويل رامبل للملاكمة والتي نظمها الاتحاد البحريني للملاكمة بالتعاون مع نادي البحرين للرقبي وقد رفع سموه أسماء آيات التهني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة فوز فريق الحرس الملكي للملاكمة بلقب البطولة بعد فوزه بستة نزالات من أصل تسعة على فريق الجيش البريطاني وحدة المظليين في البطولة ليحقق إنجازا رياضيا يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الملاكمة البحرينية في ظل رعاية الملكية للحركات الرياضية وهنا سمو الشيخ ناصر بن حمد اللاعبين خلال اللقاء بهذه المناسبة مشيرا إلى أن البطولة التي حققوها محل فخر وتقدير لدى المملكة وبهذه المناسبة قال سموه إن المنجز الرياضي البحريني أصبح مصدر فخر واعتزاز للمملكة على مستوى دولي وأن الموسم الرياضي الحافل الذي حظيت به البحرين في الأيام الفائتة ترجمان لما توليه البحرين من اهتمام بالرياضة والمحافل الرياضية ورياضيين بما يعكزه ذلك على الفرق الرياضية البحرينية في شتى المجالات وما تحققه من إنجازات ترجمة نانسي قنقر